أهلا بكم في قناة روايات صوتية باللهجة المسرية 2 تقديم بسنت محمد مصادفة الأصداف بعدما سمعت اللوج صوت الزمجرة مرة أخرى وعلمت من موج أن بطنه لم تكن مصدر ذلك الصوت صمتت وهي مرعوبة وبدأت تحاول جاهدة انتماع في الظلام لترى أي شيء يبعث الطمأنينة في قلبها لكن دون فائدة كانت لوج تريد التحدث مع موج لكن رعبها من إصدار صوت منعها من ذلك ولتيقنها كذلك من أن موج سيفكر بالطريقة نفسها ولن يصدر صوتا فضلت عدم التحدث معه والبقاء مكانيها دون أن تهمس بحرف بعد دقائق من الصمت عاد صوت الزمجرة مرة أخرى لكنه هذه المرة أصبح أقرب وأكثر غلظة وشابه شيء يشبه النفخ في الماء توطرت لوجوة بدأت تفكر في السباحة في الظلام في الاتجاه المعاكس للصوت لكن خوفها جمتها مكانه استمر صمت لوجوة ترقبها المحفوف بالتوتر الشديد حتى بدأت تسمع صوتا أشبه بتهشم شيء صلب قادما من القاع تلا ذلك زمجرات قوية وكأن ذلك الكائن الذي كان يصدر تلك الزمجرة يصارع شيئا ما بعد فترة من الأصوات الغريبة والمتداخلة بدأ بصيص من النور الخافت يظهر من القاع لم تستطع لوج رؤية شيء بوضوح بسبب أن ذلك النور كان يشع ويختفي بشكل متقطع لكنها أدركت أن ذلك النور أتى من إحدى المحارات والتي كانت فيما يبدو تفتح وتطبق صدفتها بشكل متكرر كسر الظلام فجأة عندما تضحرجت إحدى اللقالئ في القاع لمسافة بسيطة بعيدا عن صدفتها التي تحطمت بالكامل مكن ذلك النور البسيطة المشعة من تلك اللقلقة لوج من رؤية موجه وهو يعوم بجانبها والذي كان بحالة رعب ظاهر على ملامحه وعينيه وضعت لوج سبابتها على شفتيها في إشارة لموج بالصمت وعدم إصدار أي صوت وما أنهز موج رأسها بالموافقة حتى اختفت اللقلقة الوحيدة التي كانت تبث بعض النور البسيط في المكان ليعم الظلام أرجاءه مرة أخرى أحست لوج بقليل من الطمأنينة عندما علمت أن موج ما زال بجانبها لكن هذا الشعور تبدد عندما عادت الزمجرة مرة أخرى تبعها نفس أصوات التحطم والفرقاع بدأت لوج تستوعب ما يحدث وهو أن كائنا غريبا وبالتأكيد ضخما كان يقتات على تلك الأصداف وتحديدا على اللقالة التي في بطنها تحطمت صدفة محارة أخرى وخرج منها لقلقة مشاعة تدحرجت على الأرض لثوان قبل أن ترى اللوج زلا ضخما يخطفها بسرعة ويخطف معها بصيص النور البسيط الذي أنار جزء من القاع عاد صوت الزمجرة وصوت العبث بالمحارة ثانية لكن لوج هذه المرة كانت مستعدة لاستغلال الثواني البسيطة التي ينار فيها المكان بعد خروج اللقلقة من بطن المحارة المهشمة كي تسبح بعيدا وتختبئ في مكان آمن رأيثما ينتهي هذا الكائن من وليمته ومض النور وتدحرجت لقلقة أخرى فالتفتت لوج على موجه أمسكت بزعنافته الصغيرة وشدتها ليسبح معها وبالفعل انطلق الاثنين بسرعة مبتعدين عن ذلك الكائن لكن ومع ابتعدهما كان النور يخفط لأنهما ابتعد عن مصدره الوحيد وهو تلك اللقلقة في قاع لم تتوقف لوج عن السباحة وهي ممسكة بزعنافة موج حتى اصطدمت بأحد الجدران السخرية بقوة اختلت توازنها وبدأت تنزل لقاع بعدما أفلتت زعنافة موج من يده وبمجرد إحساسها بأنها لمست الأرض أغمضت عينيها وفقدت الوعي استيقظت لوج على صوت صفير موجه ونداءه لها وإحساسها بذيله وهو يهزها فتحت عينيها لترى أن النور قد عمل مكان مرة أخرى بعدما فتحت جميع المحارات أصدافه لوج وهي تزبح بثقر في محاولة لاستعادة توازنها ما الذي حدث يا موج هل رحل ذلك الكائن؟ قال موج نعم فبمجرد أن بدأت الأصداف بالتباعد أحسست بطيار قوي وكأن شيئا ضخما قد فر من المكان لوج المكان مغلق وبلا مخارج فمعنى ذلك أنه ما زال موجودا هنا لكنه يكره النور لذا يجب أن نخرج من هنا بأسرع وقت قبل أن تقرر تلك المحارة النوم مرة أخرى قال موج وكيف سنخرج من هنا؟ سبحت لوج وبدأت تتفحص الأصداف المحطمة جراء هجوم ذلك الكائن المجهول عليها موج وهو يزبح ويعوم بجانبها ماذا تفعلين؟ لوج وهي ترفع قطع حادة من إحدى الأصداف المحطمة هذه سوف تساعدني في قطع التحالب الكبيرة موج ولماذا تريدين قطعها؟ لوج وهي تسبح مبتعدة مع موج خلال بحثي وجدت مجموعة من التحالب الكبيرة لكن سيقانها كانت قوية ولم أستطع قطعها فتركتها موج وهو يحرق ذيل ويتبع لوج وماذا ستجنين من قطعك لتلك السيقان؟ لوج وهي تقف أمام سيقان التحالب الكبيرة وتبدأ بقطعها بالصادفة الحد لدي إحساس أن خلاصنا موجود خلفها موج بإحباط وهو يراقب لوج وهي تقطع سيقان التحالب ليتني تناولت ذلك القنديل الذهبي لوج وهي منهمك في قطع سيقان التحالب بدأت أشعر أن عقلك في معدتك موج وهو يصفر غضبا التحالب لم تكن لذيذة كما توقعت لوج وهي تبتسم انزل كان معي حق موج وهو يسبح وينظر لما كان موجودا خلف التحالب الكبيرة بعدما قطعت لوج سيقانها ماذا؟ لا أرى شيئا لوج وهي تمد يدها وتلتقط محارة صغيرة من بين مجموعة من المحار بأصداف سوداء هذه المحارة تختلف عن المحارة الضخمة بالأسفل موج بسخرية نعم فهي أصغر حجما وفاسدة لوج وهي تحاول فتح المحارة بقطعة الصدفة الحادة التي كانت معها سنرى ما تحتويه بعد محاولات متعددة انفرقت الصدفة وسقطت منها اللقلوء السوداء وبدأت تنزل للقاعة هرعت لوج خلفها سباحة وأمسكت بيها بيادها وبدأت تتفحص بها بنظرها موج وهو يراقب لوج وهي تتفحص اللقلوء السوداء هل ستأكلينها؟ لوج وهي تغمض عينيها وتصفر بعض الفقاعات بحصرة لا فائدة موج باستغراب لا فائدة من ماذا؟ اللوج وهي ممسكة باللقلوء بين إبهامها وسببتها وتحطق بها لقد رأيت هذه اللقلوء من قبل لكن أين؟ قال موج لقد سمعت أن بعض الكائنات تتزوج باللقلوء اللوج وهي تلتفت إلى موج بتعجب تتزوج؟ نعم هل تذكرين عندما تزوج السلطعون الكبير في الوادي؟ اللوج بابتسامة ساخرة السلطعون الكبير يتزوج في العام الواحد أكثر من مرة عن أي زيجة تتحدى؟ قال موج لا أعرف لكن إحدى زوجاته اشترطت عليه أن يحضر لها لقلوء كبيرة كي توافق على الاقتران بها كانت تريد أن تتزين بها لوج وهي تعيد نظرها للقلوء السوداء وهل أحضر لها ما تريد؟ موج وهو يصفر ضحكاً نعم غاب لي أسابيع عن الوادي وعاد باللقلوء وفقد أحد ما خالبه كذلك لوج وهي تحطق باللقلوء السوداء مبتسمة يبدو أنه كان يحبها موج بواجه غير مكترث نعم ربما لوج بحماس شديد وأعين متسعة وابتسامة عريضة تذكرت موج وهو مفزوع من حماس لوج تذكرتي ماذا؟ سبحت لوج بسرعة تجاه النحت السخري الأول والذي كان يشبهها وبدأت تتحسس بيديها موج بعدما وصل عند لوج وبنبرة ساخرة مع شوقك في الجهة الأخرى توقفت لوج فجأة عن تفحص النحت السخري ورفعت اللقلوء السوداء ووضعتها في تجويف عند عنق الكائن المنحود موج باستغراب ماذا تفعلين؟ لوج وهي تحطق بعنق الكائن المنحود هناك عشرة تجويف في عنقها ماذا يعني ذلك؟ لوج وهي تسبح عائدة للمكان الذي وجدت فيه المحار الأسود معنى ذلك أنها تريد عقدا من اللقلوء الأسود مثل زوجة السلطعون موج وهو يلحق بلوج عن من تتحدثين لوج وهي تمسك بمحارة سوداء أخرى وتبدأ بمحاولة فتحها ساعدني في البحث عن قطعة الصدف كي أفتح المحار موج هو ينظر حوله وأين هي؟ لوج وهي لا تزال تحاول فتح المحارة لقد أسقطها عندما فتحت المحارة الأولى موج وهو ينزل بعصبية لقاع لماذا أشعر بأننا نضيع الوقت؟ بعد ثوان عاد موجه وفي فمه قطعة الصدفة الحد فأخذتها لوج من فمه وفرقت بها الصدفة وأخرجت لقلوء سوداء أخرى وضعت لوج لقلوء السوداء في فمها والتقطت محارة أخرى وبدأت تحاول فتحها موج بسخرية من منا المفجوع الآن؟ لم ترد لوج على موجه واستمرت بفرق الأصداف وجمع محتويها من اللقالق السود في فمها حتى أصبح عادتها التسعا موج لا تتناولي الكثير منها كي لا تصابي بألم في بطنك لوج تعقد حواجبها وتنزل لموجه غضبا بوجنات منفوخة موج بقلق وخوف من غضب لوج حسنا حسنا كل ما تشاءين منه سبحت لوج تجاه النحط السخري الذي وضعت اللقلوء السوداء الأولى فيه وبدأت تخرج اللقالق من فمها وتضعها في التجاويف التي امتدت حول عنقه موج وهو يراقب لوج خلال صفها اللقالق السود شكلها أصبح جميلة لوج وهي تضع آخر اللقلوء السوداء حول عنق النحط السخري الجمال يحتاج عينا لتراه وإلا أصبح حضرا لقيمته موج وهو يراقب لوج التي سبحت مبتعدة عنه إلى أين لوج وهي تتوجه للتمثال الثاني وبدأت بتفحص وجهه هذا الوجه يحتاج عينا ليرى جمال اللقالق على عنقها موج وهو يقترب من لوج جمال من لوج وعيناها لا تزالان تحضقان بوجه التمثال يجب أن نبحث أكثر في المكان موج بتعجب عن ماذا سنبحث الآن أخذ النور يخفض في المكان عندما بدأت المحارة بإغلاق أصدافها موج بتوتر شديد الأصداف ستنام وسيخرج ذلك الكائن مرة أخرى لوج وهي تزبح بسرعة لقاع يجب أن نختبئ بسرعة قبل أن يحل الظلام انطلق الاثنين سباحة لقاع وبعد بحث سريع استطاع إيجاد تجويف صغير وضيق في أحد الجدران فدخل فيه بسرعة وبمجرد أن استقر داخله عما الظلام المكان صاحبه هدوء مخيف كان جسد لوج ملتصقا بموج لديق المكان وكانت تشعر بدربات قلب المتسارعة وخلال تركيزها بتلك النبضات أحست بشعرها وهو يتحرك بسبب طيار مائي قوي فعلمت أن ذلك الكائن قد خرج مرة أخرى وبدأ بالتجول لم يسمع الاثنين هذه المرة الأصوات التي سمعها سابقا من زمجرة وتحطيم للأصدار بل بقى المكان هادئا بعد دقائق من الصمت تحدثها موج بصوت خافد وقار لما لم يتناور بعض اللقالق مثل المرة السابقة لوج بصوتك الهمس لا تتحدث وابقى هادئا بدأ بطن موج بالزمجرة مما دفع لوج لوضع يادئا على بطنه وهي تقول بعصبية وصوت خفيد اسكت بطنك موج بتوطر وماذا تريدين مني أن أفعل صوت زمجرة قوي يأتي من القاعة موج بخوفه وقلق شديد لا قد سامعنا لوج وهي تحاول إخفاء توطرها لا تزد الموضوع سوءا بالتحدث بدأ شعر لوج بالتطاير والتراقص مع طيارات الماء التي تحركت فجأة وبعد ثوان قليلة أحست الاثنين بارتطام قوي يهز الجدارة الذي كان يدم الشق الصغير الذي اختبأ فيه أصدر موجه صفيرا عاليا من الخوف ولم تستطع لوج السيطر عليه حتى بعدما أطبقت على فمه الطويل بكلتا يديها تحولت الزمجرة قادمة من القاع لسرخات وحشية قريبة جدا منهما لكن حلقة الظلام منعتهما من رؤية الشيء الذي كان يصدر ذلك الصوت والذي استمر بضرب الجدار استخري بقوة كبيرة أدت لتساقط بعض الحجارة على رأس لوج وموج لكنها لم تكن كبيرة بما يكفي لترحق بهم أي آذة موج يتفلت من قبضة لوج على فمه ويقول بصوت مرتفع وهو في حالة من الهلع يجب أن نخرج من هذا الشق قبل أن ينهار علينا لوج وهي ممسكة بموج هذا ما يريده مهما حدث فلا تتحرك من مكانك بدأ موج يصرخ من الألم وهو يقول لقد عظمي أشعر بأنيابه مغروسة فيه لوج بصوت مرتفع لا تكون أحمق وتتوهم موج بصفير وصراخ عالي أنا لا أتوهم لحمي أتقطع توقفت الضربات فجأة وعاد الهدوء للمكان ولم يسمع الصوت سوى أنفاس موج الثقيلة لوج وهي تحاول إمعان النظر في الظلام يبدو أنه رحل موج بصوت مرهق أشعر بدوار بدأت أصداف المحار بالتباعد وبدأ النور يغزو جميع أركان المكان بما فيها الشقة الذي كانت لوج مع موج مختبئين فيه لكن وبمجرد أن استعادت لوج قدر على الرؤية سرخت بصوت عالي في موج وقالت له ما هذا؟ ما الذي حدث لك؟ موج وهو متعب وينظر أمامه عن ماذا تتحدثين؟ لوج وهي تحرك كفها يمينا وشمالا هناك الكثير من الدماء موج بلسان ثقيل أخبرتك؟ أخبرتك بأنه قد تمكن من عضي حملت لوج موج وأنزرته لقاعة وبدأت بتفحس جروح وبقلق موج وهو متعب هل أخذ قطمة كبيرة؟ لوج جروحك غريبة موج وهو يغمض عينيه ماذا تقصدين؟ لوج وهي تمسح على جسد موج جسدك ممتلئ بالجروح الصغيرة لكن لا يوجد جرح كبير موج وعيناه ما زالت مغمضتين ربما كانت أسنانه صغيرة لوج وهي تدفع ذي لموج كف عن التظاهر جروحك ليست بتلك الخطورة موج وهو يفتح عينيه ويصفر بغضب أنا لا أتظاهر لوج وهي تزبح مبتعدة عن موج ابقى إذن حتى تنام الأصداف مرة أخرى موج وهو يحرق ذيله ويزبح ليرحق بلوج ويقول لها بقلق وهل سنبقى حتى يعود ذلك الشيء ثانية لوج وهي تزبح تجاه مكان تجمع المحار الأسود أرى أنك استعادت عافيتك موج بقلق يمكنني أن أمرض لاحقة في الوقت الحالي يجب أن نخرج من هنا لوج تلتقط محارة سوداء وتحاول فتحها موج هل تريدين مني أن أبحث لك عن شيء يساعدك في فتحها لوج وهي تحطم الصدفة بيديها لا يبدو أن هذه الصدفة ضعيفة فقد تهشمت في يدي بسهولة موج وهو يحطق بيد لوج باستغراب ما بها يدك لوج وهي ترمي قطع الأصداف المحطمة بعدما حصرت على اللؤلؤ السوداء التي كانت بداخلها ماذا تقصد؟ موج بوجه المتعجد انزولي ليدك عمارة لوج النظر وتفحصتهما ورأت أنهما تغيرت قليلا فقد نمت مخالبها ونمى كذلك على ظهر وباطن يدها بعد الحراش في الصلبة لوج باستغراب ما بيهما يدي قال موج أليهذا كان تحطيم الصدفة أسهل هذه المرة؟ لوج وهي تلتفت إلى موج ماذا؟ ماذا تقول؟ موج بقلق هل أنت من تسبب لي بتلك الجروح يا لوج؟ لوج وأعينها تتسع لا لا ماذا تقول يا موج؟ من المستحيل أن أؤذيك أبدا موج بواجه متوجس وخالطه بعض الحزن ما الذي تسبب بجروحي إذن؟ لوج وهي تقترب من موج وتبتسم إنها أسنان ذلك الكائن الصغير كما قلت موج والريبة تعتلي وجهه حسنا لوج وهي تزبح تجاه التمثال الثاني هيا اتبعني أعتقد أنني وجدت طريق الخروج من هنا موج وهو يحرك ذيله ويلحق بلوج كيف؟ لوج وهي تتوقف أمام التمثال وتضع اللقلقة السوداء داخل تجويف عينه اليمنى انظر بعدما استقرت اللقلقة في تجويف العين اليمنى للتمثال السخري بدأت عين التمثال تصدر ضوءا مشاعا وبدأ المكان يهتز بشدة ابتعدت لوج مع موج من أمام التمثال الذي بدأ رأسه بالتحرك ويتحرك معه ذلك الضوء المنبثق من عينه ولم يتوقف حتى استقر ذلك الوميدة المشاع على صدر التمثال الآخر وتحديدا على العشر لقالق الأخرى التي كانت حول عنقها بدأت بعدها اللقالق العشر تعكس ذلك النور الصادر من عين التمثال الأول ولوج وموج يراقبان ما يحدث بانبهار وخوف ازدادت الاهتزازات في المكان ولم تتوقف حتى تحطم وتهاوى التمثالين ليكشف كلاهما ممرا خلفهما صمت الاثنين لبرها من الوقت حتى تحدث موج وقال أي طريق نختار؟ قالت لوج بعد ما ضرت البحث عن طريق وقعنا في حيرة اختياره موج وهو يلتفت نحو الطريق الذي ظهر خلف التمثال ذي اللقال العشر أرى أن أذهب من هذا الاتجاه لوج وهي تشاركه النظر في الاتجاه نفسه ولماذا هذا الطريق تحديدا؟ قال موج لا أعرف لكني أثق بك وذلك التمثال كان يشبهك لوج وهي تبتسم بحزن شكرا يا موج موج وهو يزبح تجاه النفق هيا كي نخرج من هنا لوج وهي ترفع يديها وتنظر إليهما وتشاهد بعض قطع من جلد ولحم موج تحت أظافره سامحني يا موج حركت لوج ذيلها ورحقت بموج بعد دخوله النفق المظلم رواية خاصة بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 قرية كرايدس سبحت لوج داخل النفق الذي ظهر خلف التمثال الحجر الذي كانت معلمه تشبهها بعدما تحطم واستمرت بالسباحة بسرعة لاقتفاء أثر موج بعدما سبقها ومع تواغلها في النفق بدأت رؤيتها للطريق تزداد صعوبة لتضاقل الضوء في المكان لكنها لم تتوقف واستمرت بالسباحة بدأت لوج تخفف من سرعتها عندما أصبح المكان مظلما بالكامل واستعانت بيدها لتحسس التضريص حولها للمتابعة للأمام بعد فترة وجيزة من السباحة في عتمة النفق بدأت لوج تلاحظ بعض الأنوار الصادرة من بعض المخلوقات الصغيرة أسفل منها وعندما أمعنت النظر بها رأت أنها مجموعة من كائنات قرايدس الصغيرة والتي كانت تشعى نورا بسيطا سبحت لوج اتجاهها وبدأت تلتقط وتتناول بعضا منها لأنها كانت طعامها المفضل وخلال مضغها لأحد تلك القرايدسات رأت نورا يشعى في آخر النفق فرمت ما تبقى من القرايدسة وسبحت تجاه ذلك النور وبعد وصولها لآخر النفق دخلت في مكان مجوف امتلأ بالقرايدس بإحجام وألوان مختلفة كان المنظر جميلا بالنسبة للوج وكانت تراقبهم بابتسامة عريضة وهم يغطون الأرض والجدران ويمشون بعضهم فوق بعض استمرت لوج بمشاهدة هذا المنظر حتى لمحت موج وهو يأكل منها بشراها فحركت ذيليا واندفعت نحوه وهي تقول باسمة ما الذي تفعله؟ موج وفمه مملوء بالقرايدس طعمها لذيذ ولم استطع المقاومة لوج وهي تضحك توقف توقف قبل أن تصاب بالإعياء لا أستطيع لوج بقلق توقف يا موج لقد تناولت كفايتك موج وهو يلتهم المزيد من القرايدس لا أستطيع حاولت لوج منع موج من تناول المزيد من القرايدس بقوة لكن محاولتها باءت بالفشل لأنه كان يقاومها ويعوم مبتعدا عنها ليتناول المزيد لوج وهي تعوم تجاه موج ما بيك؟ لماذا ترفض التوقف عن الأكل؟ موج وقد بدأ بإصدار أصوات تعبر عن آلمه بطني تؤلمني ولا أستطيع التوقف أدركت لوج وقتها أنها إذ لم تجد حلا سريعا لإيقاف موج عن تناول المزيد من القرايدس فسوف يموت من التخمة كان المكان مضيئا بسبب الأنوار التي كانت تصدرها لقرايدسات لذا أصبح من السهل على لوج العوم والتجول في المكان بحثا عن أي شيء قد يساعتها في إنقاذ صديقها المتألم بعد جولة بسيطة في المكان لمحت لوج نقوشا على أحد جدران الكهف وعندما اقتربت منها وجدت أنها مجموعة من الرموز والصور لكن ما أثار استغرابها أنها استطاعت قراءة وفهم بعض معاني تلك الرموز وقرأت بينها عبارة أقرايدس الأزرق لم تفكر لوج كثيرا بعد قراءة تلك العبارة وبدأت تبحث وتقلب بيديها بين أكوام القرايدس الملونة التي عاج بها المكان ولم تجد بينها قرايدسة زرقاء فقد كانت ألوانها بين الأحمر والأصفر والأخضر فقط وخلال بحثها سمعت موج وهو يا إن من الألم فعامت عائدة له وقالت تماثك تماثك وحاول أن تتوقف عن الأكل موج وهو يتألم أخبرتك أنني لا أستطيع مهما حاولت وضعت لوج يديها على رأس موج وبدأت تمسح عليه وعلى وجهها ارتسمت معالم القرق الشديد خلال ذلك لمحت لوج قرايدسة زرقاء بين أكوام القرايدسة التي بدأت تملأ المكان وكادت بإعدادها تدفعها مع موج للخارج حركت لوج زيلها واندفعت بقوة نحو كومة قرايدسة المتزيدة في الارتفاع وبعد دقائق خرجت وهي تقبط في يدها على قرايدسة زرقاء اللون توجهت لوج بسرعة لموج لتجده في حالة أجبه بالتشنج وفكه مفتوح وعينات انظران للأعلى وكأنه في حالة احتضار أغلقت لوج قبضتها بقوة وسحقة قرايدسة الزرقاء وكورتها لكرة صغيرة دفعتها في فم موج بقوة وبمجرد أن أخرجت يدها من فمه بدأ بالتقيق ولم يتوقف حتى أخرج كل ما كان في جوفه من قرايدس بدأت القرايدسات الأخرى في المكان بالتحرك تجاه سحابة القيء التي كانت تعوم في المكان وبدأت بالتهامها لوج وهي ترفع رأس موج هل أنت بخير؟ موج وقد بدأ باستعادة عافيته نعم لوج وهي تبتسم جيد لنخرج من هنا موج ما زال جسدي مرهقا هل يمكننا البقاء هنا قليلا؟ قالت لوج حسنا لا بأس سحبت لوج رأس موج ووضعته على حجرها وبدأت تراقب مبتسم القرايدسات وهي تلتهم ما خرج من جوف موج وتقول أعدادها بدأت تنخفض يبدو أن وليمتك لم تعجبهم موج وهو يراقب القرايدسات ورأسه في حجر لوج منظرها وهي تأكل يشعرني بالجوع لوج وهي تقرز زعنفة موج الصغيرة بواجه عابس يكفي ما تسببت به بطنك لنا من مصائب موج يغطي عينيه بزعنفة ويصفر حسنا بقى الاثنين يراقبان القرايدسات وهي تلتهم سحابة القيء بصمت حتى اختفت جميعها في شقوق الجدران والصقف لتخلف وراءها ظلاما دامسا لوج وهي تمس على رأس موج هل يمكنك الحركة الآن؟ موج يغمض إحدى عينيه لوج وعيناها مغمضتين ورأسها مسند على رأس موج موج نعم هل ترى أشياء خلال نومك؟ أشياء؟ أشياء مثل ماذا؟ لوج وعيناها لا تزالان مغمضتين لا أعرف هل ترين أنت شيئا خلال نومك؟ قالت لوج عندما أنام أزور عوالم أخرى قال موج أنا لأتعمك كثيرا بالنوم كما تعرفين قالت لوج حسنا لننم الآن استيقظت لوج بعد فترة وجيزة من النوم على صوت غريب قادم من الأفق المظلم كان الصوت يشبه الصوت الذي تحدثه في قاعات الهواء الكبيرة عندما تخرج من الأرض تكرر الصوت مرة أخرى خلال يقزة لوج لكنها لم تستطع معرفة مصدره انتبه موج للصوت كما انتبه لتوتر لوج بسماع دقات قلبها المتسارع الدرافيل تنام بعين مفتوحة ولا تدخل في نوم عميق أبدا لذلك كان من السهل على موج إدراك كل ما يدور حوله خلال نومه موج ما بك يا لوج لما أنت متوترة؟ قالت لوج ألم تسمع ما سمعته قبل قليل؟ بلى مجرد بعض فقاعات الهواء التي تسللت عبر الشقوق قالت لوج الصوت كان أقوى من مجرد فقاعات صغيرة موج لنخرج من هنا إذ كنت تشعرين بقلق لا بل أريد استكشاف المكان أكثر لماذا؟ قالت لوج كان هناك نقوش على أحد الجدران ولسبب أجهله استطعت فهم بعض معانيها موج نقوش؟ أي نقوش؟ لوج لا يمكنك رؤيتها الآن بسبب الظلام لكنها كانت موجودة وهي التي أرشدتني للقريدس الزرقاء التي أخرجتك من حالة النهم التي كنت فيها قال موج وكيف ستستكشفين المكان مرة أخرى بعدما رحلت القريدسات ورحل معها النور الذي كان يضيء المكان صمتت لوج لثوان ثم قامت بعدها وحركت ذيلها بسرعة وخرجت من المكان وموج ينادي عليها ويقول إلى أين؟ لوج وهي تعون في النفق المظلم المؤدي للمكان الذي كانت فيه التماثيل الحجرية انتظرني سأعود بقى موج والظلام يحيط به من كل جانب وهو يحدث نفسه ويقول أبقى مكاني لم يكمل موج تساؤله حتى رأى في نهاية النفق وميد لنور قوي فدب الرعب في قلبه لكن خوفه تبدد عندما اكتشف أن ذلك النور لم يكن سوى إحدى تلك اللقالة الضخمة والتي كانت تحملها لوج بصعوبة حتى ألقت بها بجانب موج ليضاء بعدها جزء من المكان قال موج ما الذي تفعلينه؟ لوج وهي تعود مرة أخرى نحو الأصداف الكبيرة سوف أنير المكان حتى يتسنى لنا استكشافه بسهولة موج وهو يزبح ببطء ويراقب لوج وهي عائدة باللقلقة الكبيرة ولماذا تريدين استكشاف هذا المكان؟ لنرحل فقط لوج وهي ترمي باللقلقة الثانية بعيدا داخل المكان أخبرتك أنني أريد استكشاف تلك النقوش أكثر موج بوجه محبط هذا المكان يثير ريبتي وأرى أن نرحل منه بأسرع وقت لوج وهي تلتفت خلفها وتحطق بنهاية النفق الأصداف بدأت تطبق على نفسها ولن يسعفني الوقت الإحضار لقلقة أخرى موج بتوتر سيخرج ذلك المخلوق الكبير مرة أخرى وسيلتهمنا لوج وهي تبتسم لن يأتي هنا ما دامت تلك اللي قال اقتشاع نورا موج ابدأي باستكشاف نقوشك لنخرج من هنا بأسرع وقت لوج وهي تبتسم وتحرق ذيلها وتعوم باتجاه النقوش التي رأتها سابقا وهي تقول ابقى مكانك موج بوجه محبط لا تقلقي فلان هي لي بمجاراتك في جنونك بدأت لوج بتفحص النقوش التي انتشرت على جدران ذلك الكهف ولم تكن تستطيع قراءة جمل كاملة لكنها كانت تستوعب وتفهم بعض الكلمات مثل القرايدس الأزرق الخادم المطيع المملكة العرش الماء الحجري وكلمات كثيرة لم توصلها لمعنى واضح بقيت لوج تتمعن في تلك النقوش والكلمات وتمر الأناملها عليها وهي تحطق بها بتركيز وتقول وهي تحدث نفسها بالذي تعني هذه النقوش ولماذا استطيع فهم جزء منها فقط موج بصوت متفاجئ يخالطه بعد التعجب لوج تعالي وشهدي هذا النقش لوج تدير نظرها للاتجاه الذي جاء منه صوت موج لتراي يمعن النظر بنقوش أخرى في الجهة المقابلة كانت قد ظهرت بسبب نور اللقلوة الأولى التي رمتها بالقرب منه ماذا ما بها تلك النقوش موج وهو يحطق بالنقوش أمامه هناك نقش غريب يجب أن طريه اندفعت لوج سباحة نحو موج وعندما وصلت إليه بدأت تحطق معه في النقوش التي كانت على الجدار الحجري أمامه وقالت عن أي نقش تتحدث أشار موج بترف زعنفته الصغيرة إلى نقش لكائن غريب فأمعنت لوج النظر في ذلك النقش بعدما اقتربت أكثر وقال لها يشبهك أليس كذلك لوج ونظرها ما زال منصبا على تفاصيل ذلك النقش لكن هذا المخلوق يملك أنيابا ومخالب طويلة وشكله مخيف موج وعينها لا تزالان على النقش لكنه يملك ذيلا مثل ذلك وشعره طويل مثلك لوج وهي تلتفت إلى موج ماذا تقصد موج وهو ينزل رأسه لا أعرف لنخرج من هذا المكان المخيف لوج وهي تبتسب حسنا لكن لننتظر حتى تستيقظ الأصداف مرة أخرى فالمكان مظلم عند التماثيل وذلك المخلوق الضخم من المؤكد أنه ما زال يحوم حوله قال موج حسنا أمضى الاثنين بعض الوقت في انتظار استيقاظ الأصداف كي يتمكن من الخروج والدخول للنفق الذي ظهر خلف التمثال الآخر وخلال انتظارهما خرجت قرائدسة حمراء من أحد الشقوق وبدأت تسير على الأرض لوج وهي تبتسب انزل يا موج انزل لتلك القرائدسة ألا ترغب بأكلها؟ موج بعبوس لا لن أتناول القرائدس مرة أخرى طيلة حياتي لوج وهي تعوم فوق القرائدسة الحمراء وتقول بسخرية لكنها تبدو شهية موج بعصبية تناوليها أنت إذن لوج وهي تنتبه بنظرها لقرائدسة الثانية تخرج من شق آخر يبدو أن القرائدسات قررت الخروج مرة أخرى موج بتوتر يبدو أنني أصبت بالخوف منها فأنا بدأت أشعر بقلق والغثيان من النظر إليها لوج تبتسم وتلتقت إحدى القرائدسات التي بدأت بالزهور والخروج من شقوق الأرض أقرائدس كائن لطيف قال أقرائدس شكرا يا سمو الأميرة سرخت لوج ورمت أقرائدسة التي كانت في يدها موج بقلق ما بكي لماذا تصرخين أقرائدس بعدما هبطت لقاع ما بكي يا سيدتي لوج وهي تنظل لأقرائدس باستغراب كيف تستطيعين تحدث معي صوت من بين أحد الشقوق السؤال هو كيف تستطيعين أنت سمعها لوج وهي توجه نظرها لمصدر الصوت بارتباك من؟ من الذي يتحدث؟ موج باستغراب أنا لم أقل شيئا لوج بتوتر يخلطه بعض الخوف وهي تشير بأصابعها نحو الشق الذي أتى منه الصوت لقد تحدث معي شيء في هذا الشق بعدما تحدثت معي إحدى القرائدسات موج وهو يزبح ويستقر بجانب لوج وينظر باتجاه الشق الذي كانت تشير إليه أنا لم أسمع شيئا لوج بعصبية أنا متيقنة مما سمعته لم تنهي لوج جملتها حتى خرج من الشق قرائدسة كبيرة أكبر من بقية القرائدسات الأخرى وكانت بلون أزرق مشاع وبدأت بالسير نزولا من على الجدار ومن ثم على الأرض متقدمة نحو موج ولوج التي كانت متوترة وتقول لا تقترب أكثر موج وهو يصفر ويقول بسخرية يبدو أنك أنت من أصبت بالخوف أن قرائدس وليس أنا القرائدسة الزرقاء الكبيرة في الواقع أنا أعتبر من الجمبريات لكن لا بأس يمكنكم مناداتي بجامبر فقط لوج بصوت مرتفع لموج وهي تشيل لجامبر هل سمعت؟ هل سمعت ما قال؟ موج وهو ينظر لتلك القرائدسة الزرقاء الكبيرة التي كانت أمامهما باستغراب ويقول لم أسمع شيئا لوج بعصبية كيف لم تسمعه لقد تحدث للتو جامبر إنه لا يستطيع فهم لغتنا يا سمو الأميرة لوج وهي تصرخ في جامبر توقف عن مناداتي بسمو الأميرة أنا اسمي لوج موج باستغراب وهو يراقب عصبية لوج أميرة مع من تتكلمين؟ لوج وهي تشيل لجامبر مع هذه القرائدسة الغريبة لم يرد موج على لوج وبقى صامتا مندهشا من كلامها وعصبياتها جامبر كيف يمكن أن أوساعد سموك؟ قريت القرائدس كلها رهن إشارتك في تلك الأثناء انتبه موج لوميت خفيف بدأ يأتي من فواهة النفق فحرك ذيل وتواجه نحوه وقال بسعادة بعدما أتحقق أن الأصداف بدأت تتفتح يمكننا الذهاب الآن يا لوج سبحت لوج نحو موج بسرعة وعندما مرت بجانبه لم تتوقف وأمسكت بإحدى زعانفه وشدته معها خلال النفق باتجاه الأصداف والتماثيل وموج يقول باستغراب ماذا تفعلين يمكنني العام وحدي؟ لوج وهي تخرج من فواهة النفق الذي كان خلف التمثال الأول وتتوجه بسرعة نحو النفق الآخر خلف التمثال الآخر وهي لا تزال ممسكة بزعانفة موج يجب أن نخرج من هنا بسرعة موج ولماذا تسحبينني هكذا؟ لم ترد لوج على موج واستمرت بجره والسباحة بسرعة حتى انتصف بهم الطريق في النفق الثاني لتترك بعدها زعانفة موج وتكمل السباحة بسرعة معتدلة وموج بجانبها يقول ما الذي دفعت للخروج بهذه السرعة؟ كنت أظن أنك تريدين التروي وتفحص المكان أكثر لوج وهي تستمر في السباحة دون أن تلتفت إلى موج ألم تكن هذه رغبتك؟ موج وهو يعوم بجانب لوج بلى لكن لوج وهي تشير أمامه انزل يبدو أن هذا النفق يقود أنا للخارج خرج الاثنين من النفق وارتسمت على كليهما ابتسامة عريضة عندما رأي نور السطح الذي لمع بأشعة الشمس الذهبية وازدادت سعادتهما برؤية المنزل الجميل الذي افترش أمامهم وعلى مد بصرهما من رمال بيضاء جميلة خالية من أي صخور أو نباتات اندفعت لوج سباحة نحو السطح ولم تتوقف حتى قفزت خارجها وتشقلبت في الهواء وموج خلفها محاكيا انشقلبتها ليغطس مرة أخرى خلفها موج وهو يزبح خلف لوج ويصفر بسعادة لهذه السعادة التي انتبتك فجأة لوج وهي تعوم بسرعة وتنطلق فوق كذبان الرمال البيضاء أشعر بأنني كنت محبوسة في قوقعة وتحررت موج بسعادة ومتى ستتوقفين يجب أن نعود للوادي لوج وهي تتوقف فجأة عن السباحة وتلتفت إلى موج لن أعود للوادي أبدا موج باستغراب لكنه موطنة ولا نعرف غيره قالت لوج لم يهض موطنة بعدما مات كل من نعرفه هناك وبالذات أمي موج وأين سنذهب البحر شاسع وليس مجرد وادي صغير البحر خطر أيضا يا لوج لست مجبرا على مرافقتي يا موج موج بعصبية بل مجبر على ذلك لوج بتعجب وعصبية إما أنت مجبر على مرافقتي عد للوادي أو ابحث عن سرب تنضم إليه صمت موج ولم يرد فقالت لوج ما بيك أخبرني لما أنت مجبر على مرافقتي أينما أذهب موج بحزن لأنك مصدر سعادتي لوج بهدوء واستغراب ماذا؟ قال موج بدونك البحر يزداد ملوحة قالت لوج ماذا تقصب؟ موج عندما كنت تعودين كل يوم لمنزلك ونفترق على وعد لقاء كان ذلك اللقاء هو الشيء الذي أطوق له وأقل أجله في غيابك كنت أستحضرك دائما لتطيب الحياة في عيني أنا لا أملك الكثير بل لا أملك شيئا على الإطلاق لا عائلة ولا سربا أنتمي إليه أنت عائلة الوحيدة لذا أنا مجبر على البقاء معك كي لا أخسر نفسي بدونك لوج وهي تعوم نحو موج وتلف ذيلها على ذيله وتعانقه بعينين مغمضتين كنت دائما أطوق للانتماء ولم أجد غيرك ليحتويني قال موج لا تسمحي إذن لشيء أن يفرقنا يا لوج قالت لوج وهي لا تزال تحتضن موج سيتطلب الأمر أكثر من كلمة تقولها كي نفترق أن يهدر فيه للأحمق رواية خاصة بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 مروج المرجان أكملت لوج طريقها مع موج مبتعدين عن المنطقة التي عاش فيها معظم حياتهما وصار مع الطيار بلا وجهة محددة وكان مفتونين بالتضاريس الجميلة حولهما والتي كانت تزداد جمالا كلما ابتعد عن الوادي فبعد كذبان الرمال البيضاء رأي أسفل منهما بعد سباحة استغرقت نصف يوم ومسطحات كبيرة من الشعاب المرجانية الحمراء والصفراء انبهر الاثنين بذلك المنظر مما دفع لوج أن تقول وهي تزبح فوقها هل رأيت شيئا كهذا من قبل يا موج؟ موج وهو يزبح بجانب لوج وينظر للمرجان أسفل منه لا لم أرى جمالا كهذا ما قبل لوج وهي تلتفت إلى موج مبتسمة ما رأيك أن ننزل ونستكشف المكان قال موج ألا تملينا من الاستكشاف أبدا؟ لوج وهي لا تزال تبتسم ربما نجد مكانا مناسبا للعيش فيها قال موج لا تخدعيني أنت تريدين العبث فقط كعادتك لوج وهي تعوم للأسفل وما العيب في ذلك موج وهو يلحق بلوج ويقول بقلق فكري بالأمر يا لوج نحن لا نعلم شيء عن هذا المكان لوج وهي تعوم نزولا نحو مروج المرجان وهذا ما يجعل استكشافها أكثر متعة قال موج بعض الأشياء جميلة وهي بعيدة فقط نزل الاثنان وبدأ بالسباحة بشكل منخفض فوق المروج المرجانية مما دفع بعض الأسماك الصغيرة للخروج من جحورها بين عروق المرجان والسباحة بجانبهم كانت تلك الأسماك زاهية الألوان وكان اللون الأصفر هو الغالب على معظمها لوج وهي تتقلب بين الأسماك الصغيرة التي أحاطت بها هذه الأسماك جميلة جدا موج وهو يزبح خلف لوج المكان كله جميل والطعام فيه وفير لوج وهي تضحك يبدو أن أثر القرائدسات قد زال موج وهو يصفر نعم يبدو كذلك بعد فترة من السباحة فوق مروج المرجان قررت لوج النزول والتواغل بين أغصانه كانت تلك الشعابة المرجانية منتشرة على مساحة كبيرة ولم يشاركها تلك البقعة سوى بعض التحالب والأحجار قليلة لذا اضطرت لوج خلال السباحة بينها لكسر بعض عروقها كي تتمكن من التقدم كان موج في تلك الأثناء يزبح فوق لوج ولم يشاركها ذلك الاستكشاف لكنه كان يستطيع تحديد مكانها بسهولة من خلال فقاعات الهواء التي كانت ترتفع للأعلى كلما تحركت لوج أو كسرت غصنا من شعب المرجان موج من الأعلى وبصوت مرتفع هل انتهيت يا لوج؟ لوج من بين الشعابة المرجانية المكان هنا ساحر وجميل لما لا تنزل هنا وتشاهد بنفسك؟ موج وهو يدور حول نفسه ويصف؟ لا شكرا أنا مكتفن بجمال المنظر من هنا قالت لوج حسنا كما تشاء أمضت لوج بين تلك الشعاب وقتا ليس بالقصير ولم يستطع موج اقتفاء أثرها بعدما توقفت فقاعات الهواء عن التصاعد فبدأ بمنادتها لكنها لم ترد كرر موج نداءه وبدأ يصدر صفيرا علين لم ينتج عنه إلا خروج بعض الأسماك الصغيرة من بين الشعاب بدأ موج يشعر بقالق ليذا استجمع شجاعته ونزل للمكان الأخير الذي خرجت منه فقاعات الهواء بدأ موج بالسباحة بين عروق المرجان وهو ينادي على لوج وكلما ضاقت المساحة التي كان يعوم فيها كسر بعض عروق وأغصان المرجان بذيله أو بمقدمة أنفه وتابع المسير خلال بحث موج عن لوج وقعت عينه على بعض الأشياء المريبة فقد عثر خلال بحثه على ناب كبير نسبيا وبعض العظام والتي لم تكن عظام أسماك بل بدت لحيوان متوسط أو كبير لكن سماكت تلك العظام كانت سبب ريبته وتوتره خرج موج من الشعاب المرجانية عندما فقد الأمل في إيجاد لوج لكن الأمل تجدد فيه بعد رؤيته على مسافة بعيدة من سلسلة من فقاقيع الهواء تخرج من الشعاب وترتفع للسطح حرك الموج ذيله بقوة واندفع سباحة نحو تلك الفقاقيع ومع اقتراب منها لحظ أنها تخرج بكميات كبيرة دون انقطاع لكن ذلك لم يعدله عن الاستمرار في السباحة نحوها حتى وصل إليها واستقر فوقها كانت كمية الفقاقيع كبيرة لدرجة أن موج لم يستطع رؤية مصدرها أو الشيء الذي كان يصدرها لكن ذلك لم يمنعه من الغوص نزولا نحوها لاحظ موج خلال نزوله أن حرارة الماء بدأت بالإزدياد مما تفعه للتنحي جانبا عن مصار الفقاقيع لكنه لم يتوقف عن النزول وغاص بين الشعاب المرجانية حولها قال موج لوج لوج هل أنت هنا؟ لوج بصوت مرهق موج موج بخلق وتوتر شديد أين أنت؟ لوج بصوت مسموع من مسافة قريبة أنا هنا موج بتوتر عصبية أين؟ لا أستطيع رؤيتك لم ترد لوج على موج مما تفعه للبدء بتكسير أغصان المرجانة التي كانت حوله بذيله والاستمرار في ذلك التحطيم للمضي نحو مصدر الصوت قد موج على الكثير من عروق المرجان خلال بحثه عن لوج حتى وجدتها مسترقية في قاعد ونحراك اندفع نحوها وبدأ يدفعها بأنف وهو يصفر ويقول لوج لوج أفيقي فتحت لوج عينيها بثقل وابتسمت ابتسامة صغيرة عندما رأت موج أمامها ووضعت يديها على رأسه ومسحت عليه برفقه وقالت أنا بخير لا تقلق موج بتوتر ماذا حدث لك؟ لما لم ترد علي عندما كنت أنادي عليك؟ لوج وهي تحاول العوم ببطء لقد وجدت حجرا حجر؟ حجر ماذا؟ لوج وهي تزبح ببطء للأمام اتبعني تبعها موج حتى وصل لحفرة صغيرة في الأرض وهي التي كانت تخرج منها فقاقيع الهواء استخنة بكميات كبيرة فقال ما هذا؟ لوج وهي تحطم بيديها بعض عروق المرجان المحيطة بالحفرة لقد كان يغطي هذه الحفرة حجر بحجم رأسك موج بتجهم وبالطبع أنت من حركه؟ لوج وهي تكسر آخر غصن مرجاني يخفي الحفرة نعم وبسبب اندفاع الفقاعات الساقنة في وجهي فقط الوعي لفترة ولماذا فعلتي ذلك؟ لوج وهي تبحث بنظرها حولها أين ذلك الحجر موج باستغراب أي حجر لوج وهي تعوم نحو الأرض ها هو تعال هنا يا موج حرك موج ذيله وعام حتى أصبح بجانب لوج ورأى أنها تشير لحجر على الأرض وهي تقول ها رأيت قال موج رأسي أصغر بكثير من ذلك الحجر لوج وهي تلطم موج بذيله لا أقصد حجمه أيها الأحمق انزر للنقش المنحوط على سطحه موج وهو يقترب من الحجر ويلف حوله ويمعن النظر فيه يشبه أحد النقوش التي رأيناها في كاف القرايدس لوج بحماس بالضبط موج بسخرية ووجه محبط بالضبط ماذا؟ قالت لوج أخبرتك سابقا أنني لم أفهم جميع الرموز المنقوشة على جدار الكهف أليس كذلك؟ بلى هذا النقش كان ضمن عبارة نقشة على جدار الكهف لم أفهم المقصود منها وقتها وماذا كانت تلك؟ قالت لوج كان النقش في الكهف يقول حسب ما فهمت عندما ترفع الحجاب سيأتيك الجواب موج بقلق أي حجاب وأي جواب قالت لوج الحجر نقش عليه كلمة الحجاب موج بعصبية وأنت رفع طي لوجه هي مندهشة من عصبية موج نعم ما المشكلة؟ موج ما هو الجواب الذي سيأتينا؟ قالت لوج لا أعرف موج بقلق هيا لنخرج من هنا بسرعة لوج بتعجب لماذا؟ قال موج بعصبية هل تمزحين؟ أنت تعبثين في أمور لا تعرفين نهايتها لوج بغضب ما بك؟ ليما أنت متوتر هكذا؟ ارتسمت معالم الخوف الشديد على وجه موج وهو ينظر خلف لوج لوج وهي تحطق بأعين موج المرتعبة بقلق ما بك؟ ماذا يوجد خلفي؟ موج بصوت خفيد ومتوتر وهو لا يزال يحطق خلف لوج لقد توقفت الفققية عن الخروج لوج بقلق يخالطه بعض الخوف وما المشكلة؟ موج وهو لا يزال مرتعبا لقد خرج شيء آخر من الحفرة لوج بقلق سمكة؟ موج يهز رأسه بالنفي وعينه لا تزال منصبة على ما كان يقف خلف لوج بدأت لوج تدير رأسها ببطء وحذر لترى ما كان يقف خلفها فرأت اختبوتا أحمر ضخما يحطق بها بأعين صفراء وأذرعه الكبيرة والطويلة تتحرك حوله ببطء صرحت لوج قبل تحريكها ذيلها للهروب من أمام الاختبوت الضخم وأقالت اهرب اهرب يا موج بعد تلك الصرخة وجد الاثنين أنفسهما يرتفعان للأعلى وأذرع ذلك الاختبوت ملتف حولهما وهما يشرخان ويستنجدان تحرك الاختبوت الضخم وهو ممسك بهما وبدأ بالسباحة بين الشعاب المرجانية وخلال سباحته صرحت لوج في موجه وقالت اقتم ذراعه قال موج ماذا؟ لوجه هي تعض بأسنانها ذراع الاختبوت وتبسك قطعة من لحم اقتم ذراعه بدأ موجه بمحاولة قطم الذراع الذي كان ملتفا حوله لكنه لم يستطع لأن الاختبوت أحكم قبضته عليه لكن لوجه تمكنت من قطم قطعتين كبيرتين من ذراع الاختبوت وقبل أن تأخذ القطمة الثالثة تحول المكان كله للسواد التام لوجه وهي تسعى ما هذا؟ موجه من خلف السحابة السوداء التي غطتهم يبدو أنك أثرت غضبه مما فعلتي فرشانا بحبراه الأسود لوجه وهي تأخذ القطمة الثالثة لن يوقفني ذلك عن تمزيق ذراعه توقف الاختبوت عن السباحة قبل أن تقطمه لوجه ورمى بها مع موجه على الأرض وقال بصوت غليز توقفي يا سمو الأميرة موجه وهو يحرق ذيله ويعتدل أميرة؟ لوجه وهي تحرق ذيلها وترتفع عن الأرض وتحطق بالاختبوت الأحمر الضخم هل سمعته أيضا يا موج؟ موجه وعينه على الاختبوت نعم سمعته الاختبوت وهو يرفع أحد أذراعه لا تجزعي مني أنا خادم لكي لوجه باستغراب خادم من أنت؟ الاختبوت وهو ينحني برأسه أنا مارج مارج خادمك المطيع موجه للوجه وعينه تراقب مارج بقلقة ما الحكاية يا لوجه؟ لوجه بصوت مسموع لموجه فقط وعينها تراقب مارج لا أعرف يا موجه لنبتعد من هنا فقط أمسكت لوجه بزعنفة موجه الصغيرة وشدتها ليرحل بهدوء من أمام ذلك الاختبوت الضخم لكنه عندما رأى نيتها في الرحيل قال بصوت مرتفع متوتر أرجوك لا ترحلي يا سمو الأميرة لوجه وهي تترك زعنفة موجه وتعوم مسافة بسيطة نحو الاختبوت وتقول لماذا تناديني بالأميرة؟ قال مارج لأنك الأميرة لوجه الوريثة الوحيدة للملك عقيق لوجه عن ماذا تتحدث؟ من عقيق هذا؟ قال مارج أين طايمة؟ لماذا تركتك وحدك؟ لوجه هل تعرف أمي؟ قال مارج طايمة ليست أمك لوجه هي من ربطني ولا أعرف أحدا غيرها مارج طايمة موكلة بالعناية بك فقط حتى يحين الوقت وقت ماذا؟ موجه وهو يزبح ويستقرب بجانب لوجه عن ماذا تتحدثين؟ قال مارج الوقت الذي تستعيدين فيه حكم البحور السبعة وتنهين حكم الغرانيق لوجه غرانيق أنا لا أفهم شيء مارج ألم تخبرك طايمة بشيء؟ لوجه هي تنزل رأسها بحزن أمي ماتت ماذا؟ الوزيرة طايمة ماتت؟ أمي كانت وزيرة؟ قال مارج يبدو أن المهمة أصبحت على عاطقي الآن موجه هل ستأكلن أيها الإخطابوت؟ مارج وهو يرمق موجه بنظره ثم يعاود الحديث مع لوجه هل تسمحين لي يا سمو الأميرة أن أتولى مهام الوزيرة طايمة بعد رحيلها؟ قالت لوجه لا أعرف كما تشاء مارج المشيئة لكي يجب أن تعطيني الأمر بذلك لوجه هي في حيرة وتعجب حسنا لا بأس قال مارج إذن يجب أن نرحل من هنا الآن إلى أين؟ قال مارج فقال مارج أنت لن تأتي معنا لوجه بغضب أنا لن أفترق عن موجه مارج وهو ينزل رأسه الضخم ويقربه من لوجه السمو الأميرة هذا المخلوق أدنى منك ما كان ولستي متزمة به يمكنني التخلص منه لو رغبتي موجه هو يختبئ خلف لوجه تتخلص مني؟ ماذا فعلت لك؟ لوجه هي تبسل ذراعيها في وجه مارج وتقول بغضب ألست تحت أمري أيها الإختبوط؟ أأمرك بأن لا تمس موجه أبدا بل تعامله مثلي تماما مارج وهو يرفع رأسه ويبعدها عن لوجه كما تشاءين يا سمو الأميرة موجه هو لا يزال مختبئا خلف لوجه هل نحن ملزمان بالذهاب معه يا لوجه؟ لوجه هي تحطق بمارج يبدو أن هذا الإختبوط يعرف شيئا عن أهلي وأريد أن أعرف ما يعرفه قال موجه وكيف تثقين به؟ مارج سمو الأميرة يجب أن نبتعد عن هذا المكان فهو ليس آمنا لوجه إلى أين ستأخذني؟ إلى كهف الزجاج قالت لوجه كهف الزجاج؟ مارج نعم فهو أكثر مكان آمن يمكنك البقاء فيه حتى تكوني مستعدة لوجه مستعدة لماذا؟ مارج وهو يلف أذراه حول الوج وموج وينطلق في الماء ستعرفين كل شيء يا سمو الأميرة عندما نصل لكهف الزجاج السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله